شوف سيدي فيما هتعلق عشان بس ايه كده نخش الدخل السخنة فيما هتعلق بالموقف ما بين الاهلي في الوقت الرئيس واتحاد الكورة ومنتخبنا الوطني هناك حالة ضيق شديدة جدا 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 من الاهلي تجاه ردة فعل اتحاد الكورة وهقسمها لك على اجزاء وارجوك خليك معايا سيب التليفون بس وركز معايا تفصيلة تفصيلة عشان ورا بعض عشان كل جزء منفصل متاصل يعني كله يخش في جيم واحد بس على كذا تراك ماشي كده تراك الاولاني هو تراك المنتخب واللعيبة جيت لك انا من الاسبوع اللي فات شرحت لك الموقف قلت لك بص خد بالك كنا الحمد لله عندنا المعلومة ومجاهزين شغلنا من بدري ومخلصينه من بدري وترى خد بالك الاهلي عايز كل اللعيبة بتاعته يتم اعفاء ما تلعبش ماتش اثيوبيا ولا تونس والاهلي اصدر خطب ده وحصل اه تواصل وقاله حنستطلع رأي فيتوريا ثم كان القرار بتاع اتحاد الكرة او المنتخب باستدعاء الرباع بتاع المنتخب لما تم استدعاء الرباع الدولي بتاع النادي الاهلي حصل اتفاق شافهي بانه فيه تلاتة منهم ما يرجعوا معاد عب منعم سيبوهولنا عب منعم ممكن ملعبش ماتش اثيوبيا فسيبوهولنا عشان عنده انظار نلعبه ماتش تونس حلو كده؟ فالاهلي كان الكلام رايح جاي بفكرة طب يعني مفيش مشكلة لانه بدأ اتحاد الكرة يقول لهم والمنتخب يقول لهم مسؤولين يقول لهم ماتش بتاع اثيوبيا له ابعاد مختلفة لان احنا محتاجين المكسب زي ما انا كنت كلمتك في الجزئية دي وماتش لابده ان يكون لداية اه كامل العدد ولابد ان يكون لداية كل اللاعبين عشان ده ماتش استعادة الهايبة كل الكلام ده كله بلاص انه الخسارة تؤثر على تأثير منتخب مصر تؤثر على تصنيف منتخب مصر فكل الحاجات دي الناس لما قاعدوا قالوا لأ وخدوا بالك والماتش وكذا كذا فلما اتكلموا مع الاهل يا لهم طب ايه رأيكم سيبولنا الاهل يا لهم طب سيبولنا عبد المنعم وخدوا ما كانوا اتنين لعيبة مسلا يعني اختاروا حد تاني بس بولنا عبد المنعم مهم بالنسبان فكان الاختيار لأ فكان الكلام لأ عبد المنعم هيبقى معنا في ماتش تونس والتلاتة بتوع والتلاتة التانين حيلعبوا ماتش اه اثيوبيا ويرجعوا لكم على ماتش تونس نقطة بقى نقطة خلاص انا كده بقى حطتلك نقطة فده الموقف الايه النهائي ثم سبب الضيق بقى ايه كمان يعني انا انت انت محصلش تعاون ما بيني وما بينك هو في الحتة الاولانية ماشي الجزئية التانية انه انت جيت باعتلي البيعة انه الماتش ده مهم بالنسباني في التصنيف وانت جيت قلتلي الاربع فرد بتوعك مهمين عشان انا دخل على ماتش مهم بالنسباني في التصنيف او مهم الاستعادة الهيبة او مهم لكل الكلام ده كل ثم فوجي الناس الاهلي وانا وانت وكل الناس الحلوة انه المنتخب والجهاز واتحاده الكرة بيوافق على عدم تواجد صلاح في ماتش اثيوبيا فاللوقه هو ممنين بيودي على فين يعني هو سؤال الناس في الالية هو ممنين بيودي على فين والت بتقول لي جيت باعتلي البيعة انه ماتش اثيوبيا مهم فتسيب لي لعيبة ديت عشان نلعب بيه ماتش اثيوبيا اللي هو انا كنت بقولك عليه ده تحصيل حاصل فانت بتقول لي لأ اسيبولي عشان ده ماتش مهم واصرت على موقفك واستدعيت اللعيبة وانا تمام بعد ما باعتلي البيعة دي جاي تقول لي اصلي صلاح مش هيبقى موجود في ماتش اثيوبيا عشان هو تحصيل حاصل اللي هو تعالي هنا انت بشغلنا ولا بشغل مين تفهمنا انت بتتكلم على واحد مش اهم لايه في منتخب مصر اهم لايه في العالم حاليا يعني الدايرة كلها بتاعت العالم كلها دلوقتي بتتكلم على محمد صلاح فالناس في الاقلي اللي هو طب ازاي يا جماعة هو في منطق في الدنيا بيقول كده طالما انت بتقول لي ده ماتش مهم يعني المصطرة تبقى واحدة وقالك المصطرة طب حتى تبقى واحدة ازا كنت انت شايف ان الماتش بالاهمية دي المصطرة تبقى واحدة فلا هو المصطرة بالنسبة له وقالك لا محمد صلاح مش هيبقى موجود في ماتش اثيوبيا وخلاص مش هيبقى موجود في ماتش اثيوبيا فعلا الجديد برضو في الموضوع انه النهاردة حصل اتصال هاتفي من المنتخب بالناس في النادي الادي وقالولهم خلاص الرباع بتاعكم حنسبه لكم في ماتش تونس بما فيهم عبد المنعم. لا طب اقول اللي حصل اقول لك انا ايه اللي حصل? اللي حصل ان هم الناس لقيت نفسهم ان هم واقعوا في حرج. من ان هم سامحوا لصلاح انه ما يكونش موجود في مواتش اسيوبي. فحبي ايه يوازنوا الامور? فيوازنها ازاي? طب خلاص ما هو انا صلاح كده طب انا ارادي بقى الناس في في الاهلي. اللي هو برضو الناس حتى كمان في الاهلي رغم ان هم عملوا كده اللي هو طب هو منين بيودي على فيد طب ما احنا يا جماعكم بنتكلم معكم في كده. الدرجة رقم اتنين في التفاوض قلنا لكم طب سيبولنا اللي اربعة طب خدوا العقيبة طب تانية طب ايه. طب انت جاي تراضيني دلوقتي. عشان انت بعد ما قلت له اصل موتش مهم. واصل ايه لازم كزا كزا كزا. ورح تسايا بصلاح بعديها. فعشان تسكتني. طب ايه خلاص خد اللي اربعة دول. فطبعا يعني سيكون ايه كلام بيتقال وسيكون ايه كلام هيتقال هناك ازمة كبيرة ما بين الاهل ما بين اتحاد الكرة وحيظهر بكرة هتلاقي في اخطاب تاني بقى راح على تراك تاني. بقول لك التراكات كلها هي منفصلة ومنتصلة في نفس الوقت. فادي موقف عامل مشكلة كبيرة ما بين الاهل وما بين ما بين المنتخب وما بين جهاز المنتخب عشان تبقى انت فيها. جزئية تانية اللي انا جاي لك فيها هي جزئية لها علاقة بتنظيم البطولات. الاهلي مصر ويصر اصرارا. مصر يصر اصرارا. على انه بطولة السوبر اللي جاية اللي هي انت هتقول بطولة الابطال انها لعبها. بس بشارط. البطولة دي تبقى مكملة لبطولة السوبر القديمة تاخد نفس الرقم بتاعها يعني ده الرقم اللي بعدها تليها في عدد البطولات. وما عنديش مشكلة. بس تبقى هي دي بطولة السوبر. طب الاهلي بيعمل كده ليه? بيقول له ليه كده? بقول له لا. ما انت يعني ما تشتغلنيش. انت هتقوم مغيار للمسمى بتاع البطولة. وانت كانت السنة اللي فاتت. كان فيه بطولة. كان فيها النادي الزمالك. اعلن اعتذاره. وملعبش البطولة ديت. وهو عليه عقوبة. فانت هتغير للمسمى بتاع البطولة. فانت لما تيجي تغير المسمى بتاع البطولة. انت كده مش هتطبق اللوايح. فالاهلي قال لك انا هشارك. بس تبقى هي هي نفسها بطولة السوبر اللي فات. ممتدة ليها. حتى لو انت استحدستها بس بنفس اللوايح وبنفس كل حاجة وبنفس كل اه امورها. وبالتالي يطالب هنا بتطبيق اللايحة. الاهلي مصري. صر اصرارا على انه ده اللي يحصل. هلعب بس تطبق اللايحة. او هلعب بس ده يبقى نفسها هي هي نفس بطولة السوبر. تعدد كرة وقع في مشكلة كبيرة. حقيقة ارسل للنادي الاهلي خطابا. قال له انا عندي بطولتين. واحدة سوبر قديمة من مباراة واحدة. واحدة سوبر جديدة مستحدثة. عشان كده الخطاب اللي الاهلي عملوا يوم الاتنين او يوم التلاتة اللي فات. قال له في ايه? قال له انا موافق على بطولة السوبر اللي من مباراة واحدة القديمة اللي انت بعتلي بها خطاب. لانه فعلا انتحاد الكرة ارسل له خطاب. الاهلي من البطولة اللي انت كنت بتتكلم عنها فالمخرجة هو. طبق اللايحة وهنلعب. لو انت شايف ان انت مش عايز تطبق اللايحة فانا بقولك البطولة المستحدثة بلوايح جديدة بتفاصيل جديدة انا مليش فيها. صعب جدا ان انا نشارك فيها. بيحصل تدخلات بس الاهلي مصرع على موقفه في هذه الجزئية. فده التراك تاني الاهلي مكمل فيه. على نفس التراكات بتاعت الاختلافات في وجهات النظر الى ابعد حد انت ممكن انت تتخيله. الاهلي ارسل خطابا لاتحاد الكرة يطلبوا فيه بمسئولياته تجاه حضور الجماهير. قال له انت مش انت المسئولة على الكرة? مش الرابطة مسئولة معك عن الكرة? كلموا المسئولين عايزين جمهور في البطولات. فين بطولة الدورة اللي بجمهور? عايزين جمهور. الاهلي ارسل خطاب من من فترة وسيرسل بالغد وسيظهر بكرة ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله بكرة خطابا بهذه الكافية وبهذه الصورة الى اتحاد الكرة يطلبوا فيه بالوقوف اه بشكل قوي تجاه المسئوليات المنط اه بيها اللي هي انه يكون فيه جمهور في المباراة. اعمل دورك تكلم مع الاجهزة الامنية اطرح افكار انما جاءوا الفين وخمسمية وتلات تلاف واربعة تلاف ده المفروض الاهلي بيقول كده المفروض انه يبقى مسموح للكل مش لبس الاهلي انما للجماهير بالكامل. فانا انا شرح لك الموقف وشرح لك كمان اللي هيحصل بكرة. ليس تنبقا وانما معلوقة. معلومة. يعني انا مش بس اقول لك ايه لا والله. لا دي معلومة. انه ده بكرة هيحصل. بناء على خطاب تاني. والسرار الاهلي برضو على عدم المشاركة في بطولات مستحدثة دي معلومة برضو عشان حاجة تكون في الصورة. فقدي الجيم بالكامل. جيم على كزا ترك. مكمل فيه من نادي الاهلي قدام اتحاد الكرة. فده عشان سيادتك تبقى موجود معنا. نهاردة.